وأنا الخوف تبعي أنه يكون الهدف المقبل لهم بعد ما دمروا الصحة والتربية والدولة والمؤسسات يكون الهدف الجيه هو الجيش اللبناني والجنرال جوزاف عون هو رح يكون الهدف الجيه تبعهم كرمالتا يركعوا جيشنا شو يعني الهدف الجيه شو اللبناني عملوا فيه رح لك أنا شو كيف بشوف الأمور أنا بعتقد أنه حزب الله عم بيعمل عملية قدم للدولة بأول مرحلة أخذ الغطاء المسيحي بعد ما كان معزول تماما بـ 14 أزار أخذ الغطاء المسيحي من الرئيس عون بمرحلة تانية فرض السلسل معطل وفرض دستور جديد بإتفاق الضوحة غير كل الطائف واعتمد طريقة جديدة بإدارة البلد فرض حزب الله بالقوة بمرحلة تانية فرض رئيس الجمهورية هو قال مش بس بدي اكتفى بالتلت معطل بدي يصير أنا عم بقرر وإجا قال أنا مرشح الرئيس عون يا بتمشوا فيه يا ما في رئيس وبالآخر فرضوا بمرحلة أخرى قال أخي أنا بدي يصير عم بفرض من دون ما إربح جميلة حدان بعمل أنون انتخابي يلي بيأمن لي الأكترية عمله وفرضه جيب الأكترية بمجلس نواب اليوم هو متحكم بانتخابات رئيسية جاية متحكم بتشكيل حكومات ومتحكم بمجلس نواب صراحة هل تعتقد أن هناك مخطط كي لا يبقى منصب قائد الجيش حكرا على الموارين هيدر بكتقول أنا مش مشكلة موارني مشكلة أنه هذا الموء حزب الله بيعتبر أنه آخر حاجز قدامه أمام السيطرة الكاملة على البلد بعد ما سيطر على المؤسسات الدستورية هي الجيش اللبناني يعني هو اليوم منو خاضع لحزب الله كيف بدو يخضع لحزب الله بدو ياخد كيادة الجيش إذا خضع الجنرال عون جنرال جوزيف عون بيكون خضع لما شئت حزب الله وإذا ما خضع الجنرال جوزيف عون بدو يشيره للجنرال جوزيف عون مين بيجيب؟ بدو يجيب أخر شو لأله؟ لا إله حدا هو نعم ينقل أنه حزب الله اليوم أو البعد يقول بأنه سيكون هناك يعني لكي لا يدخل فعليا تدخل المقاومة في الجيش ويصير استراتيجية وطنية هيدا خط الدفاع عن لبنان يكون قائد الجيش الشيعي لماذا بيصير في مداورة؟ أنه لا بدو يكون بحاجة مصر في لبنان مروني وقائد الجيش مشكلة أنه نحنا عم نعتبر أنه الشيعة حزب الله والمسيحية ما بعرف شو هني إذا هني عون أو ضد عون صنة يعني ما بعرف مين إذا هم مئاته مش خيد المنطق؟ ما أنا مشكلة شو هويتي أنا؟ استلاء على البلد بعد ما سيطر على المؤسسات بعد ما خضع معارضينه وجابهم على التسويق وسيطر من خلالهم على المؤسسات الدستورية اليوم عنده شيء اسمه قيادة الجيش يلي علاقاتها جيدة مع الأمريكان وعلاقاتها جيدة مع الأوروبية وعلاقاتها جيدة مع الدول العربية وعم تتلقى دعم وهي مؤسسة عندها بما فيه الكفاية منها القوة على الأقل أقوى من حزب الله بده يركع هيدا المؤسسة وأنا تقديري أنه حزب الله هلأ بالمرحلة الجاية عبر إذا بديك تفئير اللبنانيين اللي عم بيصير الضحية الأولى لهذا التفئير هو جيش اللبناني يلي اليوم معاشات عناصر الجيش أصبحت معدومة قصتك الأجهزة العميان وكل أجهزة الأمنية أنا وقت أحكي عن الجيش أكيد أحكي عن كل الأجهزة الأمنية ب своеك عدلك الأساسي لأنه هو الأقوى بين الأجهزة من ناحية العتاد والتجهيز والعاديد أنا أعتبر اليوم أن الجيش اللبناني هو حاجز أساسي لحزب الله وعملية التفئير اللي صارت للمجتمع اللبناني هو كان أول ضحيته معاشات العسكر معادة قادرة أنه تعيش الجيش وهذا عم بيخلق كتير فرار من الجيش وعم بيخلق كتير ناس عم بتهاجر وهذا عم بيأثر كمان لوجستيا على التنقلات تبعه على المزوط على البنزين على كل هالاشياء الجيش اليوم عم بيعاني اشتركوا في القناة